على مدى ثلاثة أيام متتالية يحاول تنظيم داعش السيطرة على مناطق قرب عامرية الفلوجة من خلال هجمات بسيارات مفخخة وانتحاريين حاولوا اختراق الساتر الفاصل بين الفلوجة والعامرية قادة ميدانيون اكدوا تعزيز قدراتهم القتالية والبدأ بالتقدم نحو اطراف الفلوجة الجنوبية وتضييق الخناق على المسلحين فيها العدو نهار في كل القطاعات ثلاث أيام ويرسل بمفخخاته وانتحاريه وعناصر الارهابية على هذا القاطع هيهات ان يستطيعون ان يحصلوا ولو موطع قدم في هذا القاطع الصامد ان شاء الله نقول لداعش هيهات ان تنالوا من عندنا ونقول نحن بفلوجة نحن قادمون اليك فلوجة فيما اكدت القوات الامنية سيطرة ابناء العشائر من اهالي الفلوجة على منطقة الجولان والنزيزة داخل المدينة واندلاع مواجهات مستمرة مع مسلحي داعش منعتهم من دخول تلك المناطق منطقة الجولان ومنطقة حينزال الآن ليستطيعون دخولها للدوعش كافة المغاتلين العشائر هناك منتجرة على الشوارع منتجرة على السطوح فليستطيعون دخول الجولان الآن بيد العشائر وحينزال بيد العشائر عدنا معلومات عدنا انتصال والعشائر موجودة داخل الفلوجة اتخاذ داعش العوائل دروعا بشرية ومنعهم من الخروج من الفلوجة اعاقى تقدم القطاعات باتجاه المدينة مؤكدين اصرارهم على ايجاد طرق آمنة وفتحها امام الاهالي لانقاذهم ولدعم العشائر المنتفظة ضد داعش في الفلوجة احنا على خط صد بين مدينة الفلوجة واحنا مستعدين ان شاء الله لدخول مدينة الفلوجة احنا بس على مدن نفتح طرق آمنة للعوائل داخل المدينة جاهزون في التقدم نحو مدينة الفلوجة مستقلين انتفاضة عشائرنا الباسلة والغيورة في مدينة الفلوجة لتعاون والقضاء على هذا العدو المجرم عمر العبيدي الحرة